ألقى وزير الموارد المائية والرئيه نيسوي لم كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه المنعقد في بالي باندونيسيا وخلال الكلمة أكد الوزير أن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليا إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافا بأقل معدل لهطول الأمتار في العالم وأضف الوزير أن مصر أكدت أهمية الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب تسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود